احتفلت القوات الجوية المصرية بمرور 40 عاما على هبوط أول طائرة بمصر F-16 وذلك من طراز F-16 بحضور ممثلين عن القوات الجوية وشركة لغيد مورتن الأمريكية وعدد من كبار مسؤولي السفارة الأمريكية بالقاهرة والمعلمين والمدربين القائمين على تأهيل المجموعة الأولى من الطيارين والأطقم الفنية المصرية على طائرة F-16 وأعلن المتحدث العسكري أن المراسم الاحتفالية قد بدأت بجولة للاطلاع على أحدى الطائرات التراز F-16 وبلوك 52 وكذلك أول طائرة من تراز F-16 هبطت بجمهورية مصر العربية وتضمنت الاحتفالية عرضا تقديميا عن القوات الجوية وألقى الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد القوات الجوية بأحدث المقاتلات والطائرات متعددة المهام بالإضافة إلى أحدث أجهزة الملاحة لمؤكبة التطور التكنولوجي المستمر في عالم الطيران كما أكد ممثل شركة لوكيد مورتن الأمريكية تيملي شالي عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية وشركة لوكيد مورتن وأكد تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك